ميدو تكلم على كابتن علاء نبيل وقال أحمد حسان ميدو يعني قال أن كابتن علاء نبيل معوش ليسنز عشان يبقى مدير فني الحقيقة أنا سألت في هذا الأمر تحديداً قالك دي حاجة داخلية حاجة تخص اتحاد كرة القدم والتحاد كرة القدم هو اللي بيضع الشروط والضوابط اللي من خلالها بيتم تعيين المدير الفني للاتحاد كابتن علاء نبيل اسم كبير في عالم كرة القدم المصرية كابتن علاء نبيل مدرب منتخبات لفترات طويلة مع الله يرحمه كابتن محمود الجهري كابتن علاء له نجاحات كبيرة خلال الفترة السابقة هو طبعاً يعني ميدو بيحاول يخبط في الاتحاد في هذا الأمر ولكن إذا كان ميدو بيقول إن هذا الأمر يعني إن كابتن علاء معوش اللايسنز اللي هي البرو فأنا الموضوع بسيط لو كابتن علاء معاه البرو يطلع على البرو معوش البرو يقول يا جماعة أنا معيش البرو وحبتدي أخدها الفترة اللي جاية ولكن ليس لها علاقة بموضوع إن أنا أبقى مدير فني أو مش مدير فني الموضوع أبسط مما أنا تخيل الناس متكبروا عملاً أتكبر في الموضوع أبداً الموضوع أبسط مما أنا تخيل كابتن علاء معاي قول إن هي معاه أنا مسألتوش مسألتش كابتن علاء لكن لو مش معاه بسيطة برضو إذا كانت لوائح الاتحاد المصري تجيز إنه المدير الفني للاتحاد يكون بدون معاه مثلاً أو بي و سي معوش مش لازم يكون معاه البرو خلاص يبقى يتم إجازتها لأنه دي لوائح داخلية ليس للاتحاد الدولي بيها علاقة وليس للاتحاد الأفريقي بيها علاقة كابتن علاء نبيل من الأسماء المعروفة في مصر فأنا مش عايز الموضوع دي تكبر لأنهم في الآخر الكابتن علاء هو المدير الفني هو المدير الفني أنا آسف للاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر